مونستر شادي سرور ابن سوريا هذول التيوبغز العرب اللي تدمرت سمعتهم المهنية بسبب فيديو واحد كيف وليش وإيش الأسباب هذا اللي رح نعرفه في تيوبغز عرب تدمرت سمعتهم تنويه مهم في الجزء الأول حطيت لكم صور لتغريدات صايد بين فهد التمساح ومستر فيفا وكم شخص قال إنها مفبركة ورجعت واتأكد إنها مفبركة وأتمنى محد ينقولها مني وأنا أخذتها من فيديو على اليوتيوب وكنت أحسب إنها انحذفت من حساباتهم وأنا أعتذر عن هذا الخطأ وكل شخص أتكلمت عنه سواء في الجزء الأول أو أي جزء ما بينه وبينه أي مشكلة أنا بس بنقول لكم الأحداث اللي صايت بالصوت والصورة السمعة هي الانطباع العام عن الشخص في نظر الآخرين والسمعة مستمدة مباشرة من سلوك الشخص مونستر يوتيوبغ أنشأ قناته في عام 2020 ويملك فوق 800 ألف مشترك ووقتها انفجرت قناته بسرعة كبيرة في ناس قارت عشان أسلوبه الحاد في الانتقاد وناس قارت لجد الثمنيلات المثيرة للجدل أول مشكلة صارت مع مونستر يوم اليوتيوبر عالي نزل مقطع عنوانها المثالية الزايدة عن بعض اليوتيوبر لكم المثال المناسب مونستر وليش مونستر رح نعرف إن شاء الله في باقي المقطع أنا جماعة الخير إذا بأخذ نصيحة من واحد أو بأسمع كلام ناقد فرح أسمع كلامه لأنه يقول الصح ولكن لما يجيني واحد ينتقد الناس اللي يطلعوا مع بنات وينتقد الناس اللي يصوروا مع بنات وهو مسوي أغنية كاملة وفي جي كليب كامل مع بنت كيف تبغاني أغرف صورة؟ وأتكلم وقتها علي إنه مونستر بينتقد أشياء هو بيسوية وضاف علي صور ومقاطع فيديو لمونستر ومونستر وقتها أعطى علي كبرية استرايك ونزل مقطع قال إنه السبب إنه علي نزل مقطع محذوف له زي ما أنا بتتقد ناس راح أتقبل انتقادك لكن تنزل مقطع لي وأنا ما أبقى نسله تنزل مقطع لي وأنا عارب إني غلط وحذفت وتكوميتت بتنزله غصبا عني ليه فهذا كان سبب إني أنا حذفت الفيديو حقه أبدا مو أنه انتقدني انتقد زي ما تلقى حبيبي راح تقبل انتقادك وراح أرد عليك بالعقل لكن تنزل مقطع لي وأنا ما أبقى وقتها علي رد وقال إنه مونستر يستخدم مقطع محذوف لشخص وأنتقده فالمفروض إنه يتقبل إنه غيره يسوي نفس الحركة تتكلم عن المقلب اللي سواه مع إنه حذفه ولش حذفه لأنه عرف إنه اللي سواه غلط وكان عذرك إنك تكلمت عن المقطع إنه منتشر في السوشيل ميديا بعد ما نزلت المقطع قدام الخلق يوم شفت الناس زعلت تقول ليه قاعدين تنشروا المقطع وأنا حذفته وحبيبي هذا الصح الناس اللي نشروا ما قصروا عشان الحكومة يوصل لأشكالك أنا نفس الشي سويته مقطعك كان منتشر في السوشيل ميديا وأنا تكلمت عليه إن كان محذوب في اليوتيوب فهو موجود بالإنستغرام مقطعك كان منتشر بالسوشيل ميديا بعد المشكلة دي بفترة نزل ميكس 19 مقطع بعنوان انتهت صلاحيتك مونستر لكن فجأة من العدم تطلع مجموعة جديدة يسمون أنفسهم النقاط ناس تحاول أنها تصلح المجتمع واليوتيوب أي هدف كان وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم سيدات سادة تقدم لكم مضيف هذه الحلقة الفنانة مسقي قبل لكم يقدم برامج مونستر وفي المقطع أتكلم عن نقاط كثيرة زي إنه مونستر استخدم أشياء في فيديوهاته تعتبر خرق في قوانين اليوتيوب زي تجيش الجمهور والهاشتاقات وغيرها وضاف ميكس إنه مونستر بيستغل الجمهور بعبادات إنه إلا بينتقدهم بيخربوا أطفالنا جمهوره عساساً ميرفعون على واحد ثاني هاشتاق المشكلة إنه مونستر يحسب إن هذا السباب تبرده لإنه يهاجم على أي شخص موجود بالإنترنت فهذا حين يكون بينه وبين مشهور مشكلة شخصية وما يلاقي عذر يقدر يقنع جمهوره بإنهم يروحون ويرفعون عليه هاشتاق موضوع يشحن جمهوره فيستخدم العذر المشهور هذولي قاعدين يحاولون يخرمون أطفالنا وأخواننا الصغار أغلب اللي في التيك توك أطفال فإنت لما تسوي هذه الحركة الوسخة في التيك توك هذا أخطر من إنك تسويه على اليوتيوب أغلب التيك توك كلهم أطفال يا طفل فإنت تعتبر خطر على أطفال التيك توك لازم الناس زي المشكلة اللي صارت مع تيك توك اسمها جوبة والتوك توكر كان ينزل أشياء مستفزة في التوك توك ومونستر خلى متابعين يرفعوا هاشتاق بعنوان القبض على جوبة لأنه هاشتاق الأول ما نفع وكيف الهاشتاق الثاني قرر أنه نستخدم عذر يخرب الأطفال وعذر يساءل الدين حتى أنه يقدر يشحم متابعينه ويرفعون هاشتاق على جوبة وينجح ويجتم القفض على جوبة طيب وبخصوص الهاشتاق سوينا هاشتاق جديد اسمه جوبة القاذف زي ما أنتو شايفين هنا عندكم على الشاشة ولما تكتبوا هذا الهاشتاق أبغاكم تحطوا هذا الحساب وبرضو جيش المتابعين إنهم يحكوا حسابات جوبة وده يعتبر من الجرائم الإلكترونية إنه تهكك حساب شخص وفعلا متابعينه هكروا حسابات جوبة في الإنستا والتيك توك والسيناب لدرجة الهكاق صاد يبتز جوبة ويقوله حينشوك مقاطع لأهله وطلع جوبة واعتذر وقتها قلولوا لدي الهاشتاق قلولوا لصح جوبة خطأ ويعطيك العافي إنك انتقدي كنت بطيش صحيح كنت بطيش عر وانتقادك والله مضبوط مئة بالمئة وسامحني سامحني 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 يا موستر بعد مقطع ميكس مونستر ينزل في المنتدى تبعه كلام وفي الكلام نفسه قالوا إنه ميكس تكلم عنه لأنه أنتقد أخته في حلقة من الحلقات والله العظيم طول مسيرتي باليتيوب ما قد شفت أحد يستغفل المتابعين ونفس موستر مطبيعي يا جماعة مطبيعي الاستغفال اللي قاد يسويه فيه قاد يعام المتابعين هم برينلس كذا ما عندهم عقول فارغ عقولهم منسيكم مقطعي قسقص أبو جدو جاب اللقطات اللي تخدمون ما جاب سالفة الأخت طبعا الأخت المشهورة طلعت اللي ما أدري مين هي ما جابها سوالها سكيب كان ودي الصراحة يتكلم عنه شوف الصراحة صراحة حاليا والله مني فاضي أبد أني رد عندي اختبارات نهائية وبأخلص الرواين وفي عام 2023 فيه يوتيوبر اسمه سحاب محتوى ريكشنات عن أغاني رابرز عمل ريكشن هو مجموعة من اليوتيوبر على أغنية لمونستر شكرا شباب على دعمكم في الحلقة اللي فاتت بدون مطلوبكم لايكات الحمد لله وصلنا 10 الاف لايك تبقوا نستمر على السلسل ونفس الشباب يكونوا مجهدين معا ومستجزيع الوقت وهدت سحاب بالاستراك وقال إنه سحاب تكلم عنه وعن رجولته ومو على الانتقاد وبعد المشكلة هادي بفترة صايت مشكلة بين سحاب والرابر كلاش ووسط المشكلة نزل مونستر ستوري على انستغرام ما تكلم فيه عن سحاب وقال إنها ملحد وبعدها سحاب نزل مقطع مدته 30 دقيقة يرد فيه على نقاط مونستر وبرع نفسه من الاتهامات اللي جاءتا تركعتها وإني ملحد قلتوا كلام بنفسك ومو كاتبوا بيده وغسلناه بفيديو من شهرين برضو ما نطق ولا هارج بحرف واحد والآن رجع مرة ثانية وعلى كلام إنه فيه أدلة مو هو الحاله كمان فيه رابر اسمه الفلس قال 500% كلام مونستر صح وفوقه كمان جان عصام يقولوا متكد وكمان من فترة طويلة هو متكد منها كل ما تطلع بعد اليوم منك عليك والله العظيم لا زعي لك شوف هذا الدرب أنا ما أخذ درب أني أطلع محادثات وأوري الناس أنا ما أحب الطريق ذا فلا تجبرني عليه هينتبي أنت ما انتك أفو أنك تطلع تقول للناس أنك ملحد ما انتك أفو أنك تطلع تقول للناس أنا ما أؤمن بوجود الرب عشان أوريك أنك جبان أنت ما تؤمن أنه الله موجود ويوم يكونوا عندك ناس تروح تصلي معاهم خوفا من الناس مو خوفا منهم وبعدها بفترة نزل سحاب مقطع أنه مونسل أعطالي سترايك أنه معا ناس حوالينه وقعد يعززه فأنزل بالفيديو نووي يمسح هو اللي معاه وخلاص قررت أنه من جد أسحب عليه أنه هذا خاص آخر فيديو ينزل تشوف الآدم يسوي معايا حركة جدا قذرة اللي هي أعطى القناة سترايك يعتهمني قدام الناس يضروا سمعته يحاول شوهى بأي طريقة من قررت أرد ودافع نفسي وبين الحقائي كلها واشياء موجودة في الميديا الآدمي أعطاني سترايك كيف أعطاني سترايك شو في الإيميل ثلاثة مقاطع قديمة عندي في القناة منقاطع قبل عشر أو حدعش سنة الآدم هذا النجيس ربط هذا المقاطع في قناته الموسيقية وادع أنه هذه حقوقه واشياء ملكه وحذف لي الثلاثة مقاطع وجاني أول انذار واسود الحركة عشان إلي ويدي ما يبغاني أتكلم اللي هو عن حقي ويوصل حقوقك أتمنى بس تحط نفسك مكاني وعلى أحد يتهجم عليك بكل الطرق فانت يمتبرر للناس اللي تحبك والناس القريبة منك اللي هم سنين معاك وانت لك 11 سنة في اليوتيوب أول استرايك يجيني في قناتي ويضر القناة وقت السحاب لمح أنه رح يرفع قضية بسبب أنه مونستر أتهم بشرفه بالإلحاد وهل السحاب رفع قضية أو لا الله أعلم بس من بعد المشاكل دي سمعة مونستر المهنية اتدمرت في اليوتيوب ونقل لمنصة السناب شات ولأن النقل من منصة للمنصة ما رح يرجع السمعة المهنية شادي سرور اعتزل اليوتيوب نهائيا شادي سرور يوتيوبر مصري يعتبر من أقدم اليوتيوبرز في مصر شادي سرور أنشأ قناتها في عام 2013 وكان وقتها ينزل فيها سكتشات كوميديا وكانت أرقام مفتزايد وكون شعبية كبيرة من السكتشات لدرجة فيه مقطع له وصل فوق المية مليون مشاهدة في القناة يا مهمتو في الرسيبشن اللي بغدلته يا مهمتو في الرسيبشن اللي بغدلته يا مهمتو يا مهمتو ما تغلبتش معها لو تخش قناته بتشوف فيديوهاتو كلها مليونية أقل فيديو اثنين مليون مشاهدة والفيديوهات أفكارها بسيطة بس شادي قدر يكسب حب الجمهور ببساطة لأن في عام 2016 نزل شادي فيلم قصير بعنوان تايتانيكا النسخة الكوميديا مش هتشوف مكتاني هنطلع على دبواي 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 ونبقى من أسر أسري على الخليك ونركب همر ونرب نمر نمر إيا والفيلم حصل انتقادات كثيرة والناس صارت تقول خليك في السكتشات القصيرة الأفلام مو لكو من الكلام هذا ودي أول مرة شادي سوري يجيه هجوم سلبي من الجمهور والشي ده سبب له حالة إحباط كبيرة وسنة 2017 وقت موجة أغاني اليوتيوب برس شادي نزل أغنية بعنوان امتحانات ومذاكرة والأغنية وقتها ضربت والمنتقدين وقتها برضو ما سابوا وكانوا ينتقدوا لدرجة نزل فيديو كليب ثاني ووجه الكلام على المنتقدين وقال فيه هذا الفيديو موجه فقط لكل الأشخاص لما بيعترفوا بفديهاتي وبيشوفوها تافهة رغم كل المجهود اللي ببذل فيها وبيكره لي الخير بدون سبب وشايفني شخص تافه عشان بحاول أسعد الناس ومن الكلام ده بتعرف انه شادي سوري وانتقادات وكلام الجمهور بدأ يأثر فيه لدرجة سوى أغنية كاملة عليهم وما زال شادي سوري في صياع بينه وبين نفسه مع الانتقادات والتنمر اللي بيصير على فيديوهاته لين عام 2018 نزل شادي سوري مقطع انه اعتزل اليوتيوب وفي نفس المقطع لمح انه بينهي حياته وصلت الحالة نفسية ما بقيتش طايق حياتي ولا طايق اي حد حوالي ما بقيتش عايز عايش اصلا يمكن المفروض اولا احسن ان انا ابطل فيديوهات ومعملش فيديوهات تاني ناس كتير كانت بتقولي يا عم ما تسيبك من الناس دي دي بتحكد عليك انا قررت ان انا مش عام فيديوهات تاني على سوشال ميديا اعتقد انتم مبسوطين جدا دلوقتي وفي عام 2019 نزل شادي سوري بوست على الفيسبوك اعلن فيه الحاد وتركه للإسلام وقال انه له فترة حابس نفسه في البيت وترك الإسلام بسبب العنصقية والجحود اللي في قلوب الناس وقال كلام بيّد انه ضغط الشهرة سبب له كل دي المشاكل النفسية وطوض الفترة دي كان شادي سوري عايش خارج مصر بعدها رجع لمصر وتم القبض عليه بتهمة الإلحاد ونشأ اخبار كاذبة على الفيسبوك وفي عام 2021 تم الإفراج عن شادي سوري ونقطة مهمة هنا شادي سوري كان ينفي اي خبر عن إلحاده ويقول انه يشاعع وهنا نقول ان شادي سوري عرف غلطه وتراجع عن قراره وفي عام 2022 نزل شادي سوري مقطع في التيك توك وكان ده اول ظهور له من فترة طويلة هو ده بقى التيك توك؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ قريتني ما فتحت التيك توك؟ امنع الكلام والمقطع تفجق مشاهدات من جمهوره وجاب سبعة مليون مشاهدة ووقتها صاي شادي يفتح بثوث ويقول انه ينظف التيك توك وصاي يطلع المكنسة معاه في البث ولو سألوه ليش المكنسة هادي يقول انه ينظف التيك توك وصاقت مشكل مع مشاهير في التيك توك وبثوثه وقتها كانت بتجيب زي 8 او 10 الاف مشاهد يعني كانت جدا حيوية وفيها جمهور بثوثه لين صارت حبة حبة تقل لدرجة صاعد بثوثه بالقوة تجيب 500 مشاهد لان شادي سروره ما كان يقدم اي محتوى زي ما كان يقدم في اليوتيوب والناس صاعدت ما تحتملون لانه ما بيقدم لهم محتوى يخليهم يجلسوا اصلا يتابعوه اصلا وتبين للناس انه جاء للتوك توك اللي يعيب الناس وصاي زي الناس اللي بيعيبهم صاي يسوي تحديات ويفتح بثوثه ونزل شادي سرور اخر فيديو له في التوك توك بيقول فيه انه اعتزل شخصية شادي سرور السلام عليكم اهلا بكم على اخر فيديو على صفحة اللي بسميه شادي سرور ايوهو الفيديو ده باش عشان بس النهاردة نفهم ان خلاص قصة شادي سرور ده انتهت ده اخر فيديو هنزل على صفحته انا مش هعمل فيديوهات تاني وانزلها على شادي سرور تاني انا هبدأ صفحة جديدة وتحول شادي سرور للنسج بس ما يعرف انه الناس بتاخذوا كصورة مو كاسم والدليل على الكلام ده سخوط ابن سوريا ابن سوريا يوتيوبا يملك فوق السبعة مليون مشترك وابن سوريا كان محترف لعبة بوبجي في فترة بوبجي لو الناس بتتكلم عن محترفين بوبجي ضروري يجيبوا اسم ابن سوريا بس مشكلة ابن سوريا كانت الغيرة او الحسد او عدم المعرفة كلنا نتذكر بث ابو فلى لكان في الغرفة القزاز بحبس نفسي الايام حتى ساعد اطفال لوجه البرد باقي في الغرفة باذن الله حتى ننقضهم من سقيع الشتاء وقت بث ابو فلى بن سوريا كان فاتح بث وجاء شخص من المتابعين قال لي ابن سوريا روح اتبرع ورد ابن سوريا ابدا ما كان منطق عحده انه يتمنن على ولاد بلدي وانه ما لي ناطر عحده انه يجي يمدلي يد المساعدة نحنا مانا ناطرين على راقصة ومانا ناطرين على مغني لحتى يجي يتمنن علينا ويجي يتبرع عننا نحنا اكبر من هيك بكتير انا بعرف انه نحنا ما منمد ايدنا اللي كان يقصدها ابن سوريا انه الناس اللي بتتبرع مغنيين وراقصات مشاهير بيلمع صورهم في بث ابو فلى ولمح انه دار رياع وبن سوريا هنا شاف الجانب الفارغ من الكاس ما فكر من المستفيد فكر من المتبرع رغم المتبرعين ناس كثير منهم مهم مغنيين ولا راقصين يعني ناس كثيرة تبرعت في البثدة ووقتها جاهو جوم كبير سواء من صناع المحتوى او المتابعين كيف يقول الكلام دالي الحملة بصراحة يعني اوكي طبيعي جدا واحد يشوف شخص ناجح عم بنجح يكون عنده غيرة بس ازل بتفكر جواتك كيف تصير احسن انت بتعبك كيف ترفع حالك مش توقع هذا الشخص انا عن نفسي لما شفت ابو فلى عم بابي العمل خيري بصراحة قلت لحالي اوه هذا زال ما احسن مني كتير انا بدي حاول اشده حالي وانا عامل عمل خيري يعني حتى عندنا في الاردن حتى في اي بلد دائما في نسبة فكر وتحتاج المساعدة لما تساعد هاي النسبة مش معنات انت عم تهين البلد اللي هم فيها يعني بالعكس انا بتمنى اولاد بلدي يتم مساعدهم هكوون ان هذا اشي كتير كويس ورد على ابن سوريا واحد من اصدقاء ابو فلى نفسك زيادة لانك بصراحة يعني صرت ادنات الدون ولاد بلدي ولاد بلدي انت اكثر واحد اذيت عيال بلدك انت تمثل نفسك انت بعيد عنك الشعب السوري شعب عظيم جب ولما سألوا ابو فلى عن كلام ابو السوريا في قناة الرسالة قال لي انه محترم كلامه بشكل فضيع خلني اوشي شوف تعليقك ايش ايش ردك على هذا الموضوع ايش ردي انا قلتلك انك لما محتواك يكون في السوشيال ميديا متى تقدم محتوي قدام ناس الا في ناس ينتقدونك مهما تسوي شي ابو السوريا ربي يوفو زميل في نفس الشغلة اللي انا قاعد اسويها ليه السوشيال ميديا اليوتيوب الرجل من الناس فئة الناس اللي كانوا ينتقدوني يعني ينتقدوني على الشغلة اللي انا بسويها رجل انتقاده انا صراحة ما عندي رجله لانه وصله رد كافي من كل الناس اللي سمعوا كلامه غير موافقين ابدا بكلامه هذا طريقة تفكير الشخص هذا مو اجباري اني اتقبل كلامه ولكن محترم كلامه بص الصح يا ابو فلى انك ما تحترم كلامه ابدا برأيي اي شخص يعيب عمل الخير ما يحترم بتاتنا لانه عمل الخير بالنواية بعد الموضوع دايب سوريا خسر سمعته وجمهوره وكثير من المتابعين اوقوا اشتراكاته واذا وصلت الان هنا اتمنى ما تنسى زر اللايك وصلي على النبي اشتركوا في القناة